الله يحبه حافظك دكتور دكتور نحن محاضرين أكثر من محورودنا نتكلم عننا اليوم لكن أنا أريد أن أبدأ حتى في الصياق ونحن نحضر حق الحلقة اكتشفنا أن أنت درست في كلية وصول الدين من جامعة محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم صح لكن هنا في السؤال الذي راودني أنه ليش ما خطرت الأزهر كونها جامعة عريقة معروفة تدرس كل المذاهب وفيها مشايخ من كل أنحاء العالم الإسلامي ما معنى خطرت الجامعة في القصيم دكتور لما أرقت القصيم ليس لجامعة لجامعة لشيخ بن عثيمين دروس اللي برا الجامعة يعني الجامعة كانت مجرد مرحلة أو وسيط لكن الصحيح أننا سننجس عند الشيخ بن عثيمين وليس عند الجامعة فكنت مختار الشيخ مختار الشيخ حتى لو لديك لقاءات تعلمت من الشيخ بن عثيمين الأدب أكثر من العلم صحيح وطبعا تعلمت الكثير من العلم طبعا الحمد الله فليش الأدب تعلم شنو اللي في الأدب اللي موجود قد تتعلم أكثر من العلم يعني الشيخ الله يرحمه مربي يعني أكثر من المعلم مربي في تصرفاته في نظراته في كلامه يعني حتى في نهية لما إنهانا عن شيء مراتها وشنا يعلمنا كذا مربي فعلا يعني أحيانا ما يتكلم معك بس يخزك شيء يعني خلاص فهمها حتى حيانا ما معي يكون مع الناس الآخرين كنا نشوفها مثلا وتأثر فيها ففعلا الشيخ كان مربي يعني فعلا يعني أعطاه الله تبارك وتعالى يعني هذه الميزة أنه يعني مؤثر في الآخرين وهذا أنا استفدت منك كثيرا يعني الله تأثر إيه طبعا طبعا لكنه لا شك أيضا معلم وهو أصلا تكلم الشيخ بن تيمين الله رحمه الله رحمه يعني تقول شين هذا يعني يتكلم بالحديث تقول هذا شغل 24 ساعة حديث يتكلم في العقيدة بقى 24 ساعة عقيدة يتكلم في الفقه يتكلم في النحو يتكلم في الفرائض يتكلم في التفسير في علوم القرآن في البلاغة يعني أي علم يتكلم فيه رحمه الله تعالى تقول بس هذا شغلة متخصص به العلم هذا لكن كان موسوعة هذا موسوعي هل الموسوعة هذه ممكن تكون موجودة اليوم ولا تخصصي أكثر؟ قلت ندرت ندرت يعني ابن عثيمين من الأخيرين يعني نادر الحين تجد موسوع مثل الشيخ ابن عثيمين وينما يتكلم تلقى متميز يعني شو اللي كانوا يسوينا الأوليين اليوم ما إحنا قادرين نسوي يعني مش هايخي يعني الأولين طبعا كانوا متفرغين للعلم يعني أكثر من نحن عندنا مشاغل كثيرة وزيارات ودوانيات وسفرات وقعدات وطلعات وكشتات الأولين كان غالبا يعني متفرغ للعلم يعني علم علم يعني أحيانا 12 ساعة باليوم في طلب العلم تكلم يوميا شيء يعني مطبيعي يعني أبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي وأبي زرع الرازي أنهم سافروا مرة يعني طلب العلم فكانوا يحضرون الصبح ليل مساء حضرون الدروس يرجعون بالليل يعرضون على بعض يعني شون كتبت أنا شون كتب شون لطاف كعرض يسمونه حياتهم كلها حياتهم كلها يعني الدرس يقول ما عندنا وقت ناكل زين آخر شيء يوم من الأيام غاب الشيخ مرض الشيخ ما فيه درس يعني فقلنا أخير رحنا كلها لقوة شرعنا سمجة يقول عساس جينا ناكلها يقول بس شرعنا مسوق دخلنا البيت وليقون فيه شيخ دو جاي من بخارة لاحقوا عليه ونخليه ونروح له زين ايه خلينا ونروحنا له وصورنا ردينا على نفس الطبيعة طلب علم الصبح الليل العصر وبعدين بالليل مراجعة الليل بغت خيس باسمتش كليناها نية ما عندنا وقت نطبخها ركلناها نية يعني شوف هالناس اللي يعني الله سبحانه وتعالى يسر لهم واختارهم حفظ الله وبيهم الدين هذا باختصار لكن كانوا يجدون متعة في طبعا طبعا يعني يجد المتعة يدد راحته يعني أنت ليس هناك ناس يتمتعوا اللعب الكرة صح مع أن تكسر وطق ومدري شنو ويتهاوش وكذا هناك ناس متعتهم السفر مع أن يقط فلوس سياحة هناك ناس متعتهم تسلق للجبال ممكن تطيحته وحده صح هناك ناس من طيران مضلي نقط نفسه وناسه هذا وناسته وناسته العلم فيها لذة لذة يجد لدته في العلنيت لما يقعد بين الكتب يعني هذه راحتها واني إنت حتى تكرر أحد الأخوة الله يرحم الله يرحم الله مهر الساير يقول لي عن زوجته توفو اثنينهم والله يرحموا والله تقول لزوجته والله المكتبة مالتك عن ثلاث شرائج أشيدي عن ثلاث شرائج من كثرة ومعنا 24 ساعة مجابلها وكذا سبحان الله حين دكتورنا تكلمت عن فكرة الحياة العملية وانت ما شاء الله عليك اليوم عندك هم أشغالك ولك دروسك وانت الحين مثلا تواياي من درس وروحين مقابلة ولقاء وأكيد عندك بكرة اللي فهمت هم وعندك سفرة فأنت عندك كثير الانشغال شنو المهارة اللي تعاو وتركز عليها بحيث أن أنا أكلمك من مهارة عملية تعاو وتركز عليها بحيث أن أنت تقدر تتأكد من جودة عملك تتأكد من جودة شغالك أنا والله أرى الأشياء اللي خدنا نقول يعني أوثق أعمالي عند الله تبارك وتعالى اللي أسأل الله تبارك وتعالى اللي أحمد فيها الأجر ومساعدة الناس شون؟ أساعد الناس يعني عندها مشكلة عندها كذا أحيانا في قطعة رحم بين أخوين أخ واخته أخ و أخو أب و ابنه أم و زوج أبو أجمع بينهم دائما واحد عندها مشكلة مالية أساعدة واحد عندها مشكلة في خلنا نقول يعني يعني عندها معاملة مثلا مقدرة خلصة أروح أساعة في تخليص يعني مساعدة الناس هذه حد ذاتها يعني أجد فيها راحة طمأنينة سبحانه هذه ناحية عملية هذا تعطيك طاقة أنك تجدد نفسك والله متعبة 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 جدا لكن واحد يستانث رجعنا لنفس الكلام اللي هو تجد متعتك غير طبعا طلب العلم الحمد لله و الدروس و كذا لنهم أجد المتعة في الدروس طلب العلم و الحضور في المسايد و كذا لا حين تتعلم دكتور طبعا أنا عبر الحين خلص وقفت التعلم بعد حاولت الإمام الأحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة لا بلسان يتعلم إلى أني موت و ذاك الشافعي يقول من قال إني علمت فقد جهل من قال إني علمت يعني خلص وصلت فقد جهل إنسان دائما يتعلم مهما بلغ الإنسان من العلم هو جاهل يعني إذاك يقول عرفت شيئا و غافت عنك أشياء و شون تتعلم بقسم وقتك دكتور؟ طبعا لازم لازم تكون لك وقت للقراءة وقت للطلاع وقت للسماء وقت للتحضير حتى تحضير الدروس أنا ما سوي درس بدون تحضير مستحيل يعني أنت مفضل عندك أنا توقعت ستوك عندك عندي ستوك لازم أحضر أحترم اللي جبالي يعني مرة أحضر الدرس أقعد لي يومين ثلاثة يومين تحضير الدرس الواحد أحيانا بحيث أن من مصادر يديدة دكتور؟ سم من مصادر يديدة؟ لا مصادر يديدة مصادر قديمة أقرأ زيادة وأركب المسائل بعضها على بعض وأحيانا عندي درس تفسير زين أرجع حق تقريبا ممكن أن أكون ثلاثة عشر كتاب التفسير أرجع لها زين وأحضر حق الدرس درس الفقه نفس الشيء أرجع حق عشر كتب تقريبا لما أحضر الدرس وكذلك درس الصحي البخاري أرجع حق الشروح صحي البخاري لا أنا أتعب بالتحويل طيب دكتور لما نتكلم عن طلب العلم والبحث لك رسالة دكتوراه عقب ما تخرجت فترة يعني أنت عقب ما تخرجت قعدت فترة بعدين كملت دكتوراه صح يعني لماذا لم تكملت طبيعة الكوتين أخلص ماستر أنا الماجستير والدكتوراه ويا بعض لا ما حرصت عليهم ما حرصت يعني خلصت الجامعة وبيت وتوظفت واستقريت بيتي وكذا واحد من ربحان علي الله يرحمه بدر الزمنان قال ليش ما تدرس ماجستير كذا 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 قلت لا والله ما ليخلق قال لا يدرس وراح سجلي هو هو سجلي هو سجلي الماجستير والدكتوراه نفس الشيء هما أنا ما سجلت واحد رح سجلي فهذا ما أنا حرص يعني على الماجستير والدكتوراه لكن يت يت ناس سجلوا لي وكملت يعني خلاص طيب دكتور هذي يجرني حق سؤال معين أنه كان في فترة من الفترات في لندن كان في مناظرات صح وهي لما الواحد يبحث في اليوتيوب أنا جزء من التجهيز على بالي كان عندك وايت مناظرات بعين ستوعبت أنها فترة معينة صح إذا ماني غوطان لا في مجموعة مجموعة لكن كانت نفس الفترة أم كانت فترات يعني أول واحدة بدت مع واحد قال لحسين معتوق هنا بالكويت أوكي بدت مع مناظرة أنا أعبالي الأولى اللي كانت في لندن لا 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 كانت مع حسين معتوق هنا بالكويت وما كانت ما طولت يعني مر ببيتها ومرتين ببيتي ووقفت يعني ما طولت هذا شريط أم مصورة لا والله حتى ما دي موجوده بشريط أم لا أرشلون لا مو مصورة أرق أقصد المصورة لا لا مو مصورة أرشلون وبعدين صارت مناظرة بصليبخات مع واحد نقال أحمد فيروز زين وهذا اللي بالكويت هنا وبعدين باجي نقول لقشات يعني مو مناظرات مع واحد اسمت دمواندي ببيت واحد نقال بشعل السعيدة وذكر الله الخير محمد طيار يعني كانت يعني مناقشات صغيرة يعني مو مناظرة صح لكن كمناظرة فعلا هذه اللي بلندن بنات المستقلة هي أكبر مناظرة وقعت أنا نتصور حتى بالتاريخ لأن مناظرة بهالصورة هذه تنقل على الهواء مباشرة صح ويشوفها الملايين وخلنا نقول كان فيها ساعة يعني تتكلم بما شئت على أن يعني في سلبيات اللي قضية الإدارة كانت ليست جيدة يعني بشكل عام لكن بشكل عام يعني مناظرة بهالطريقة أول مرة تصير هسب علم يعني وشون عقوب ما جربت فكرة المناظرة اللي تصير على الهواء للعامة تبقل ما المناظرات اللي قبلها كانت خاصة خاصة نوعا ما كملت فيها دكتور ما كملت مو حريصان على المناظرات ليش؟ ما أنا حريص عليها يعني حتى هذه ترى مفاجئة ما كنت محضر لها ولا شيء شون دكتور؟ يعني أنا كنت بالمسيج برمضان أذكر ليلة أظن السبعة عشر أظن مصلي تراويح وقعد بالمسيج وقعد أقرأ عندي كتاب قعد أقرأه وقال لي واحد من ربيع الله يذكر الله الخير محمد الخالدي عيل الخالدي قل لي السلام عليكم بمحمد ترا في مناظرة بالتلفزيون تعال شوفها عندي قلت له خلاص أمر قلت له مناظرة بين واحد يقول منتصر البلوشي وواحد شيء نسيت اسمه زين؟ وقعد تناظرهم وقل لي صاحبي وقل لي صاحبي وقل لي اتصل فيهم واحد يقول اتيجاني اتصل على المناظرة تونسي تونسي زين؟ فقال لي هذا الخالدي اتصل ليش ما تتصل؟ اتصل جرّي محض هم أنت شارك يعني اتصل عن طريق الاتصل فاتصلت طيب ما أعطاني فرصة قلت معك نحن خ점قين ساعوه لعم مو معروف ذاك الوقت لكن히 قال لي حياءك قلت له عندي ثلاث نقاط قال تفضل قلت له عن النقطة الأولى وله يقول لحظة لحظة ايش حراك ما الرجل وصرته احتاிرض Hahn قل ليست تشارك تksomتب من هذا التنإخاص أتصل لليش ما تروح تشارك قلت له أنا لا أعلم ما رأيك قلت روح قلت له يلا والله نباتر الصبح و سأقوم بالفيزا طلعت من نفس اليوم لكن رحت الصور و طلعت الظهر حلو لكن سهلا أخذت فيزا لندن و سافرت عقب باتر الليل 19 سافرت عن طريق البحرين طريق الخليج أتكر حتى فسافرت و حتى ليس محظر ولا شيء صح و أنت تحب أن تحضر؟ طبعا المناظرة على مباشر و كده فأنت أخذ كتب معاقل تقرأ بالطيارة هذا تحضيري بالطيارة أنا أحضر لين وصلت هناك؟ قعد بدت المناظرة حقيقية على قلت ثم قعد فترة دكتور أنك قعد عشر ثيار و رمضان كلها عشر أو أخر لكن هذه المناظرات سوت لليوم؟ موجودة صار لها صده لكن حقوب ما صار الصده لم تفكرت أنك تكمل لا 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 أنا لا أحريص على المناظرات المناظرات بشكل عام تقسي القلب و تصيد عليه و تصيد عليك أنا أريد أن ناظر واحد هي بالحق لا أريد أن يصيد عليه و تصيد عليه لكن لا تشعر المناظرات في الإعلام؟ صعب أن يتراجع عن موقف أو يغلط نفسه؟ طبعا 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 لها ظروف المناظرات لكن الإنسان إذا كان دعنا نقول يرجو الله تبارك وتعالى لا يقول غلط يقول غلط بهذا لا لا يوجد شيء أبدا أنا سمح بهذه الأمور إذا أقول غلط وهذا لا يوجد مشكلة دكتور أريد أن نتكلم في أمور شوية دينية شرعية سمع الله أدوك أريد أن نتكلم عن أمور نفكر فيها و أنا شفت حلقاتك عفوا أنا شفت المقاطع الموجودة في اليوتيوب و حاولت أن أستخرج بعض الأسئلة التي قد لا تكون موجودة نفكر فيها كجيل شباب نحن حاليا نحس في الإعلام بشكل عام في الإنترنت نحس حيشين بوقت شوية مطبيعي وأنا سمعت لك واحدة من المحاضرات أو واحدة من اللقات تقول أننا اليوم في صراع بين الحق والباطل